لليوم السابع والتسعين يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية وصحية ومعيشية لا يتحملها بشر حيث يواصل القصف الجوي والمدفعية الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يأتي ذلك بتزام مع تحذيرات الأمم المتحدة من الأوضاع الكارثية التي يواجهها القطاع سبعة وتسعون يوماً من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ولا يزال نزيف الدماء الفلسطيني يتواصل مخلفاً آلاف الشهداء والضحايا ومئات الآلاف من النازحين والمشردين وسط أوضاع إنسانية وصحية ومعيشية لا يتحملها بشر تواصل القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما أوقع عدداً من الشهداء والجرحة ودارت اشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال جنوب شرق خان يونس وفي وسط القطاع قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريغ والمغازي بعدد من القذائف وفي رفح التي أصبحت الملاذة الأخيرة لأهالي غزة هرباً من القصف الإسرائيلي العنيف تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية من الجو والبر والبحر وأعلن الاحتلال الإسرائيلي انتقاله إلى مرحلة جديدة في الحرب تشمل تنفيذ عمليات أكثر استهدافاً في وسط قطاع غزة وجنوبه وذلك مع اقتراب الحرب من دخول يومها المئة وسط تزايد التحذيرات من الأمم المتحدة والمنظمات والأطراف الدولية من الأوضاع الكارثية التي يواجهها القطاع مع تواصل الحصار والقصف والمعارك وجه جنود احتياط إسرائيليون مشاركون في الحرب على غزة انتقادات لقيادة الجيش الإسرائيلي على خلفية طريقة العمليات العسكرية والنقص في الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية قائلين أن هذا الأمر يلحق ضرراً بالقتال وأعلن موقع ولا الإخباري الإسرائيلي أن هؤلاء الجنود انتقدوا ضباطاً في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لكونهم يدورنهم داخل القطاع من أجل التقاط صور توحيب أنهم يشاركون في القتال ثم يغادرون بينما أعرب الجنود عن استيائهم من الجيش الإسرائيلي حيث قالوا أن لديهم الكثير من الملاحظات بشأن القتال وتشمل الملاحظات المعلومات الاستخباراتية التي لا علاقة لها بما يحدث على الأرض والخطط العسكرية التي لم يتم تحديثها أبداً ترجمة نانسي قنقر